بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان ومواضيع مخترحة في الرياضيات في الهندسة الفضائية لبكالوريا 2017 رقم 7 إنه تمرين رائع حيث أنصح بشربة العلوم التجربية والتقنى الرياضي والرياضي حيث يقول لتكن A, B, C ثلاث نقط من الفضاء ليست على استقامة واحدة كعدد حقيقي من المجال من ناقص واحد إلى واحد قال نعتبر G, K مرجح الجملة A معاملها K مربع زائد واحد وB معاملها K وسي معاملها ناقص K واحد قال علم النقط A, B, C و E حيث E منتصف القطعة B, C ثم أنشئ G واحد وG ناقص واحد ثانيا ألف قال بين أنه من أجل كل عدد حقيقي K ينتمي من المجال من ناقص واحد إلى واحد أن الشعاء A, G, K يساوي لنا ماذا؟ يساوي لنا ناقص K على K مربع زائد واحد في B, C باقي الأنشئ جدول تغيرات الدلاء F المعرفة على المجال من ناقص واحد إلى واحد حيث F لإكس جدولنا ناقص X على X مربع زائد واحد يعني هنا في مكان K عندنا هنا X لاحظوا جيدا حيثما قال G استنتج مجموعة النقط GK عندما يمسح K المجال من ناقص واحد إلى واحد هنا أكيد نستغل هذه التغيرات ثالثا قال عين المجموعة A مجموعة النقط M من الفضاء حيث طاولة 2M A زائد MB ناقص MC يساوي لنا طاولة 2M A ناقص MB زائد MC يعني هنا عندنا زائد وهنا ناقص ثالثا قال عين مجموعة النقط F من الفضاء حيث طاولة 2M A زائد MB ناقص MC يساوي لنا طاولة 2M A ناقص MB ناقص MC يعني هنا عندنا زائد لكن هنا عندنا ناقص ناقص بعدها قال تحقق أن B تنتمي إلى المجموعة F خامسا قال الفضاء منسوب إلى معلم متعامد ومتجنس O E G K قال نعتبر A ذات إحداثية 0002 وB ناقص 121 وC ناقص 125 ألف قال عين إحداثي G1 وG ناقص 1 بقى لبين أن المجموعة E والمجموعة F وهي هذه وهذه إذا قلت هذه المجموعة وهذه المجموعة متقاطعان ثم عين طبيعة تقاطعهما إذا لننطلق على بركة الله في الشرح المفصل إذا ننطلق قلنا حيث قال لتكون A B C ثلاث نقط من الفضاء ليست على استقامة واحدة وعندنا كعدد حقيقي من المجال من ناقص 1 إلى 1 قال نعتبر G K قلنا مرجح الجملة A معاملها K مربع زائد واحد B معاملها K وC معاملها ناقص K واحد قال علم النقط A B C و E منتصف القطع قلنا B C ثم أنشئ G واحد وG ناقص إذا ننطلق الآن في عملية الإنشاء إذا ننطلق هنا في تعليم النقط إذا قلنا بما أنها ليست على استقامة معنى تشكل لنا ماذا تشكل لنا مثلث هكذا أبنا يركزوا إذا قلنا هنا A لاحظوا نكتب هنا A ها هي الأ وها هي B وها هي نقطة أخرى اسمها C ثم قال ماذا منتصف منتصف بما أنه منتصف إما أن نأتي هنا أبنائي باستعمال المدور حتى نتعلم كيف يمكننا أن نقوم بذلك لاحظوا هكذا تقول القاعدة ثم نأتي لبنفس هكذا ننظر هكذا أبنائي ثم نأتي إلى الجهة الأخرى ونقوم كذلك بإنجاز قوس هكذا ثم نحافظ على نفس الفتحة ونأتي إلى النقطة ونأتي هكذا ونقوم الآن لو تلاحظون جيدا إلا أنه هنا قلنا أن الفتحة يجب أن تكون أكبر تماما لاحظوا جيدا المهم الإنسان لا يستعجل في ما يخص هذا العمل لاحظوا هنا أبنائي نقطة نقطة إذن هكذا هنا وصلنا إلا أن في الجهة الأخرى علينا أن نعيد من هنا ونأتي بالمدور ونكمل هكذا الآن بعد ما أكملنا هذا الشيء تصبح لنا ما هو المنتصف لاحظوا نأتي بهذه البساطة فقط لنقوم بهذه الإنشاءات لاحظوا نأتي الربط ما بين هذه النقطة وهذه النقطة فماذا يعطي لنا يعطي لنا أكيد هي هذه ها هي النقطة إ أين تكون تكون إذن النقطة إ في هذا الموضع هنا نسمي هذه النقطة هنا في هذا الموضع نسميها النقطة عفوا إذن قلت نسميها إ فقط ثم يمكننا أن نقوم بمحي هذه الأشياء الزائدة بعد ما عيننا لاحظوا إذن قلنا بعد ما عيننا يا أبنائي النقطة A و B و C و E منتصف B C بما أنه منتصف معناه هذا يكون مع هذا متقيسا قال ثم أنشئ جي واحد و جي اثنان أولا جي واحد ماذا يصبح جي واحد يصبح مرجح الجملة ما هي الجملة الآن أبنائي يصبح لنا A مع لما نعوذ هنا بواحد وهنا بواحد وهنا بواحد يصبح A مع اثنان وال B مع واحد وال C مع ناقص واحد هكذا بما أن جي واحد هو مرجح تصبح تلك العلاقة التي تقول ماذا تقول جي واحد A هنا اثنان اثنان في جي واحد A زائد ماذا زائد جي واحد ب ناقص جي واحد سي نحن نطبق القان الآن قاعد المرجح يا أبنائي هكذا لاحظوا الآن لأن نحن نعرف أن هنا نقول ألفا وهنا بيتا وهنا غاما الألفا عندنا هي الاثنان والبيتا هي واحد والغاما هو ناقص واحد ما رأيكم أبنائي لو نأتي وندخل هنا الأ وهنا الأ بعلاقة شال فتصبح لنا اثنان ماذا؟ جي واحد آ زائد ماذا؟ زائد جي واحد آ زائد آ بي لم أفعل شيء أدخلت على قد شال ناقص جي واحد آ ناقص لأن هنا لما يدخل هذا هنا وننشر الناقص يا أبنائي لا تنسوا هذه الأشياء ناقص ماذا؟ ناقص آ سي يساوي الشعاع المعدوم الآن الآن عندنا أولا ركز هذا يذهب مع هذا فينتج لنا اثنان جي واحد آ وهكذا وننقل بقية الشعاعين الأخرين إلى الطرف الآخر تصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا ناقص ماذا؟ ناقص آ آ بي زائد ماذا؟ زائد آ سي لم أفعل شيء هذا نقلته وهذا نقلته الآن نقلب هذا الشعاع لما نقلبه ماذا؟ يصبح لنا يصبح لنا ناقص اثنان آ جي واحد هكذا يساوي أنه ماذا؟ ناقص ماذا؟ آ بي زائد ماذا؟ زائد آ سي لكن هذا الناقص اثنان إذا انتقل أين ينتقل؟ أكيد ينتقل إلى المقام لكل واحد سبح لنا هنا ناقص هكذا وهنا ناقص واحد على اثنان نركز هنا جيدا ذلك الناقص إثنان نقلته إلى الجهة الخرب لكن بما أنه فيه سوف ينتقل إلى المقام فيصبح لنا هنا زائد وهنا زائد وهنا تصبح لنا ناقص سبح لنا هكذا لاحظوا تصبح لنا آ جي واحد يساوي لنا واحد على اثنان آ بي ناقص ماذا؟ واحد على اثنان آ سي هكذا تصبح الآن من هذه العلاقة الشعاعية أبنائي يمكننا أن نقوم برسم جي واحد لاحظوا نقطة نقطة أبنائي كي تتعلموا إلى أمور المرجح وإن لم يفهم أحد يكتب المرجح للسنة الثانية أستاذ نور الدين سوف يجد دروس كثيرة على هذا النوع وتمارين لاحظوا جيدا إذن ها هي النقطة كيف يمكننا أن نعين هذه النقطة جي انطلاقا من مركبات هذا الشعاعين لاحظوا أولا إذن عندنا قال هي تساوي لنا نصف من آ بي نصف آ بي إذا قلنا ها هو النصف تساوي لنا نصف منه وتساوي لنا ناقص نصف من آ سي ناقص نصف من آ سي معناه إذا قلنا ها هو نصف آ سي نركز هنا ها هو نصف أو نستعمل المدور مثلما كنا نتحدث ها هو النصف هو قال ناقص نصف ناقص نصف معناه نفسي القطعة هذه لكن نضعها في هذا الموضع قال هو ناقص نصف لاحظوا إذن وهذه عندنا ركزوا وهذه قلنا ماذا ها هي يا أبني هذه نصف آ بي وناقص نصف من آ سي لاحظوا لو نأتي الآن إلى ماذا إلى ما نسميه محصلة شعاعين إذن ها هي النقطة بكل بساطة ها هي النقطة يا أبني جي واحد هي محصلة لمن لهذا الشعاع هذا مع هذا فإنهم يعطي لنا هذا الشعاع ما هذا الشعاع محصلتهم تعطينا هي هذا الشعاع حتى تفهموا الفكرة جيدا الآن بعدما أكملنا مع النقطة جي واحد سوف نأتي الآن أبني إلى النقطة ماذا النقطة ناقص اللي هي جي لناقص واحد نتابع جيدا إذن فيما يخص جي لناقص واحد أبناء نفس الخطة سوف نطبقها مثل ما طبقنا على جي لواحد إلا أن هنا نعوذ بناقص واحد مربع وهنا بالناقص واحد وهنا تصبح لنا بالناقص واحد لو واحد فتصبح لنا جي جي ناقص واحد تصبح لنا مرجح الجملة الآن ما هي الجملة تصبح لنا أ مع ماذا أ مع إثنان و ب مع ناقص واحد والس تصبح لنا مع لاحظوا مع واحد قلت مع واحد يقول أحدكم لماذا لأن قلنا أنه هنا لاحظوا هنا نعوذ بناقص واحد هذه ركزوا جيدا ها هو أمامكم فنطبق عليهم نفس الخاصية تصبح لنا إثنان ماذا إثنان جي ناقص واحد في أ ناقص واحد أ ناقص ماذا ناقص جي ناقص واحد ب زائد جي ناقص واحد سي يساوي الشعاع المعدوم نطبق عليهم نفس الطريقة التي طبقناها قلنا ندخل هنا النقطة أ بقاعدة شال وهنا كذلك فتصبح لنا إثنان ماذا جي ناقص واحد أ ناقص ماذا جي ناقص واحد ب عفوا ناقص واحد أ لأننا ندخل هنا قلنا علاقة شال ناقص ماذا ناقص أ ب شعاعيا زائد ماذا زائد جي ناقص واحد أ زائد ماذا سي يساوي الشعاع المعدوم نلاحظ هنا نقطة نقطة أبنائي نلاحظ أن هذا سوف يذهب مع هذا سبح لنا إثنان جي ناقص واحد أ والباقية ننقلهم إلى الطرف الآخر سبح لنا هنا أ ب والآخر ناقص أ سي أقلب ترتيب الأحرف وأقلب الإشارة سبح لنا ناقص إثنان ماذا أ جي ناقص واحد هكذا يساوي إنا ماذا يساوي إنا أ ب وهنا ناقص ماذا أ سي لكن بما أن هذا يمكن له أن ينتقل إلى هنا فيصبح لنا ناقص واحد على إثنان وهنا يأتي وهيصبح لنا زائد واحد على إثنان لأن النقص ناقص هذه مع النقص التي كانت موجودة هنا يا أبنائي تعطي لنا ماذا تعطي لنا زائد ويحذف من هذا المكان فماذا نتحصل كعلاقة شععية نهائية تصبحنا A G ناقص 1 شععيا يسينا ناقص 1 على 2 A B ويسينا نصف نصف A C هكذا أبنائي الآن نأتي لإنشاء النقطة G ناقص 1 انطلاقا من هذه العلاقة الشععية تابعوا نقطة أبنائي كيف تتم الأمور بطريقة جد بسيطة مثلما قمنا بإنشاء النقطة G واحد نأتي الآن إلى إنشاء نقطة G ناقص 1 إذن A G ناقص 1 يسينا ناقص نصف من A B A B ها هو أمكم انظروا ها هو الـ A B ناقص نصف منه معناه في الجهة الأخرى يعني تصبح لنا في هذه الجهة هنا ناقص نصف منه ها هي ناقص نصف A B وعندنا نتابع جيدا إذن كذلك نأتي إلى A C لكن قال هو نصف من A C نصف A C ها هو أمامكم قد عينناه باللون الأخضر الآن نأتي إلى إنجاز ماذا ما نسميه المحصلة فقط لاحظوا إذا قلنا هذا سوف يقوم بهذا الشيء وتصبح يا أبناء المحصلة ما هي المحصلة سوف تكون هي هذا الشعاع إذن أين تصبح النقطة ما نسميها النقطة G ناقص 1 ها هي النقطة G ناقص 1 صحيحة 100% هندسيا فقط يا أبنائي ها الآن قمنا بإنشاء G 1 و G ناقص 1 نأتي بعدها أبنائي بعدما قمنا بهذا الإنشاء نأتي إلى الجزء الثاني قال بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي K ينتمي من ناقص 1 إلى 1 فإن هذه العلاقة موجودة إذن نكتب هنا البرهان أن ماذا أن A G K تساين ناقص K على K مربع زائد 1 في من B C لاحظوا هنا جيدا إذن قلنا عندنا هنا نعتبر قال G K هو مرجح بما أنه مرجح ماذا ينتج؟ ينتج لنا هذا الأمر ينتج لنا أنه K مربع زائد 1 في ماذا؟ في A في G K A قايدة المرجح ثم زائد ماذا؟ زائد K في G K B لاحظوا ناقص ماذا؟ ناقص K في G K C يساوي ماذا؟ يساوي الشعاع المعدوم دقيقوا معي نقطة نقطة ما رأيكم أبنائي لو نقل بهذا الشعاع ترتيب هذا الشعاع لاحظوا فتصبح لنا K مربع زائد 1 في G K A هكذا ونقلب قلت هذا الشعاع لكي نطبق علاقة شعال ناقص ماذا؟ ناقص تصبح لنا ناقص K يعني نقلب الترتيب ب G K هكذا ركزوا ناقص K في G K C يساوي يساوي الشعاع المعدوم يقول أحدكم لماذا قلبت هنا يا أستاذ؟ حتى أصل إلى هذه العلاقة لاحظوا ما رأيكم أبناء لو نستخرج من هنا ومن هنا ناقص K كعام المشترك فتصبح لنا هكذا فتصبح لنا K مربع زائد 1 في G K A ناقص K نفتح قوس ماذا يصبح لنا؟ يصبح لنا ب G K هكذا زائد ماذا؟ يصبح لنا زائد G K C يساوي الشعاع المعدوم أعيد النصر سوف تجدوا الكلام أني لم أفعل شيء هذا في هذا يعطينا ناقص K وهذا في هذا يعطينا ناقص K الآن عندنا علاقة شال نهاية الأول بداية الثاني وبينهما زائد ليس ناقص لو كانت ناقص لا جمع الشعاعين نهاية الأول هي بداية الثاني فياذا تذهب لK مباشرة بعلاقة تذهب G K بعلاقة شال مباشرة فتصبح لنا K مربع زائد واحد مضروبة في G K هكذا ناقص ماذا؟ بعلاقة شال تصبح لنا ناقص K في ماذا أبنائي؟ في B C لم أفعل شيء حتى الآن يساوي الشعاع المعدوم لأننا قلنا علاقة شال هنا بما أنها هو نهاية الأول هي بداية الثاني وبينهما الزائد ليس الناقص لأن الناقص لا يطبق عليه علاقة شال فيذهب مباشرة ذلك الحرف الذي يقع في الوسط ننقل هذا إلى هذا الطرف فتصبح لنا K مربع زائد واحد في G K A يساوي لنا ماذا؟ يساوي لنا K في B C لكن لا ننسى هنا كذلك ترتيب الأحرف الذي أعطينا هو A G K ونحن عندنا G K A تقول القاعدة إذا قالبنا ترتيب الأحرف نغير نغير إشارة الشعاع فتصبح لنا هكذا تصبح لنا ناقص ثم K مربع زائد واحد تصبح لنا في ماذا؟ في A G K هكذا أبناء يساوي لنا ماذا؟ يساوي لنا K في ماذا؟ في B C بما أن هنا في فتقول القاعدة هذا له الحق أن ينتقل إلى مقام الجهة الأخرى فتصبح لنا A ماذا؟ A G K هكذا يساوي لنا ماذا؟ هذا قلنا ينتقل إلى هنا لما ينتقل فيصبح لنا ناقص ماذا؟ ناقص K على ماذا؟ على K مربع زائد واحد في B C يقول أحدكم من أين جاءت تلك الناقص يا أستاذ؟ هذا الناقص الذي كان هنا لما ينزل إلى هنا يصبح في هذا المكان ناقص في كذا له الحق أن يأتي إلى خط الكسر فيصبح لنا هنا ناقص نقول بكل بساطة هنا ومنه ومنه أنه A A G K يساوي لنا ناقص K على K مربع من B C K مربع زائد واحد بهذه البساطة فقط يا أبنائي نأتي بعدها أبنائي إلى السؤال الذي جاء بعدها قال أنشئ جدول تغيرات دل F المعرفة على من ناقص واحد إلى واحد بالعبارة F لـ X تساوي لنا ناقص X على X مربع زائد واحد دقيقوا بين هذه الكتابة وهذه أليس هذا هو نفسه جعل هنا X وهنا X نعم وكأنما هذا السؤال له علاقة وطيدة مع هذا السؤال لاحظوا إذن أولا ننطلق في المشتقة قبل كل شيء بمعنى لا يمكن أن ننجز جدول تغيرات إلا بعد حساب مشتقة فتصبح لنا F فتحة لـ X تساوي بما أنها دلة ناطقة فعندنا نحن U على V يسعينا مشتق الأول في الثاني زائد مشتق الثاني في الأول على المقام مربع لاحظوا مشتق البسطي في المعقام نلاحظوا هنا ناقص عفوا هنا ناقص أعتذر جزاكم الله خيرا إذن نقول مشتق البسطي في المعقام ناقص مشتق المقام في البسطي على المقام مربع مشتق البسطي كم هو ناقص واحد في المقام لهو X مربع زائد واحد ناقص مشتق المقام لهو 2X في البسطي على المقام مربع لهو X زائد واحد الكل مربع تصبح لنا F فتحة لـ X يساوي لاحظوا نقطة نقطة أبناء كي تتعلموا هذا في هذا يصبح لنا ناقص X مربع ناقص واحد ناقص 2 في X مربع على X مربع زائد واحد الكل مربع فماذا ينتج يا أبناء إذن قلنا هذا في هذا ماذا يعطينا يعطينا زائد لاحظوا تصبح تساوينا كم تصبح تساوينا X مربع هذا مع هذا يعطينا X مربع ناقص واحد على X مربع زائد واحد الكل مربع الآن عندنا المقام مهما كان هو قيمة مجبا مهما كان لهو X مربع زائد واحد هذا الكل مربع قلت مهما كان هو قيمة مجبا يبقى لنا إشارة المشتق من إشارة تلك البسط وهو X مربع ناقص واحد نبحث عليه هنا ينعدل شبح لنا X مربع يساوينا واحد أي X يساوينا إما الواحد أو X يساوينا إما ناقص واحد وعوضوا هنا بالناقص واحد سوف تجدنا صفر وعوضوا بالواحد سوف تجدنا صفر فنأتي الآن إلى إنجاز جدول إشارة ذلك العبارة ومنه نلخص جدول إشارة المشتق دقيقوا معي هنا أرجوكم نقطة نقطة ابني كي تتعلموا من خلال هذا 80 أشياء كثيرة لاحظوا إذن عندنا هكذا قلنا أن X لاحظوا عندنا X مربع قلنا هو المسؤول X مربع ناقص واحد أين نعدم نعدم عند ناقص واحد ونعدم عند الواحد هكذا وهكذا بما أنها عبارة من الدرجة الثانية في الخارج نقول نفس نفس وبالداخل العكس لكن نحن نحتاج المشتقة من أين F فتحة لX لها الحق من هنا إلى هنا فقط لأن لاحظوا إلى مجموعة التعريف من ناقص واحد إلى واحد معناه هذا لا نحتاجه يا أبنائي لاحظوا وهذا لا نحتاجه يا أبنائي لا نحتاج إلا مجال التعريف له من ناقص واحد إلى واحد فقط إذن هنا ماذا نحكم على الدالة نقول الدالة F كيف هي متناقصة تماما على المجال من ناقص واحد إلى واحد الآن يمكننا أن نأتي ونشكل ماذا ونشكل جدول التغيرات بطريقة سليمة جدا لاحظوا جيدا الآن ركزوا معي أرجوكم إذن نقوم بإنجاز الجدول ها هو الجدول أمامنا لاحظ الجدول لا يكون كبيرا جدا لأن العبارة مجموعة التعريف صغيرة جدا لاحظوا أبنائي نقطة نقطة كي نتعلم إذن لاحظوا إذن عندنا هنا ها هو الجدول سوف نقوم بملئه هذه جهة المشتقة وجهة عبارة الدلة إذن عندنا هنا X من ناقص واحد إلى غاية الواحد وهنا عندنا F فتحة لX قلناها متناقص الدلة وعندنا هنا F لX لاحظوا بما أننا قلنا متناقصة معناها هكذا إلا أن مرغمون هنا على أن نحسب صورة ناقص واحد والواحد صورة ناقص واحد والواحد أبنائي نحسبها انطلاقا من عبارة الدلة ها هي عبارة الدلة تعالوا نحسب ناقص واحد إذن ناقص واحد ناقص واحد مربع وهنا ناقص واحد هكذا فتصبحنا في البسط واحد وفي المقام ناقص واحد مربع هو واحد زائد واحد هو اثنان إذن سبحانا واحد على اثنان كذلك الآن نحسب صورة الواحد صورة الواحد هنا واحد واحد سبحانا أكيد ناقص واحد على اثنان ها هي جدول تغيرات هذه الدلة فقط يا ابنائي نأتي بعدها ابنائي إلى السؤال آخر قال استنتج مجموعة نقط هنا جي كا لما يمسح كا من ناقص واحد إلى واحد دقيقوا هنا جيدا ألا تلاحظون أن هذا هو نفسه الدلة التي درست دقيقوا معي لأن عندنا نحن آف لإكس ها هي أمامكم ودقيقوا معي أرجوكم حتى تنتبهوا إلى نوع من هذه الأسئلة لاحظوا انظروا هنا ألا تلاحظون أن هذه آف لكا وهنا كا وهنا كا نعم إذن نقول لما ماذا لما كا يكون ينتمي من ناقص واحد إلى واحد آف لكا أين تكون آف لكا تكون قيمها أين يا أبنائي أكيد قيمها تصبح لنا من ناقص واحد على اثنان ها هي من ناقص واحد على اثنان إلى اثنان لا نقول مثلا من الواحد على اثنان لا المجال عليهم من السغل إلى كبير ها كذا أبنائي لاحظوا إذا كا مسح من ناقص واحد إلى واحد الآف لكا ماذا تصبح تصبح لنا من ناقص نصف إلى نصف ركزوا معي هنا كا لاحظوا كا من ناقص واحد إلى واحد تخيلوا لو كان الكا قلنا يأخذ ماذا ناقص واحد جي ناقص واحد لأننا عندنا جي كا والكا يأخذ ناقص واحد فتصبح لنا جي ناقص واحد وكذلك لو نلاحظ جيدا إذا كان الكا يأخذ كم؟ يأخذ واحد فتصبح لنا جي كم؟ جي واحد انظروا جيدا ما هي مجموعة النقط؟ إذن نقول بكل بساطة مجموعة النقط هي ماذا أبنائي هي القطعة المستقيمة ما هي القطعة المستقيمة اللي هي G ناقص واحد إلى غاية G واحد هذه القطعة المستقيمة بأبسط طريقة لاحظوا لما أخذ هذا هنا تصبحت G ناقص واحد وهنا كم وجي واحد فتصبحت مجموعة لاحظوا هنا أرمز هكذا قطعة هنا أرمز قطعة فتصبح لنا ماذا مجموعة النقاط لماذا أبنائي لأن سوف تصبح لنا هنا إذا سمينا هذه كليا لوندا سوف تصبح لنا هكذا A G ماذا A G K يسوي لنا لوندا B C فيصبح مهما كان فإن الشعاع ماذا الشعاع A G K هذا شعاعين يوازي ماذا يوازي لنا B C لكن هذه القيمة ليست تأخذ كل الأعداد الحقيقة إنما محصورة ما بين الناقص واحد ناقص نصف ونصف هذه القيمة لهيها هي أمامكم قيمها محصورة ما بين الناقص نصف ونصف لو كانت مثلا لو كانت مثلا من ما تأخذ النصف مستقيم لا قلنا نصف مستقيم لا أخذت نصف مجال مجموعة الأعداد الحقيقي لكن هي أخذت مجال صغير لهو من ناقص نصف إلى نصف معناها الك أصبح من ناقص واحد إلى واحد فأصبحت مجموعة النقاط ما هي؟ مجموعة النقاط بأبسط طريقة هي قطعة مستقيمة إذن فتصبح لنا ها هي تلك مجموعة النقاط من هنا إلى هنا حيث ذلك النقطة التي نسميها يا أبنائي جي كا إذن نسميها قلت جي كا ها هي تلك الجي كا لاحظوا ها هي أمامكم سوف تصبح تتنقل من هنا هكذا وتتنقل إلى غاية هنا وتتوقف لماذا؟ لأن مجالها صغير ليس كبير جدا لهذا قلنا مجموعة النقاط هي القطعة المستقيمة فقط يا أبنائي نأتي بعدها أبنائي إلى الثالث قال عين مجموعة أ مجموعة النقاط أ من الفضاء حيث إذن نكتب هنا تعين مجموعة النقاط أ لاحظوا جيدا لو ندقيق هنا إلى هذه أولا إلى الجزء الأول هذا الجزء الأول لو نأتي ونضع هنا كم؟ نضع هنا واحد ونضع هنا واحد ونضع هنا واحد أليس نفس المعاملات لي هنا؟ اثنان وهنا واحد وهنا ناقص واحد نعم إذن كم أعطينا الآن للK؟ أعطينانا واحد إذن نصبح لنا هنا هكذا جي واحد فتصبح لنا هكذا اثنان أم أ زائد أم بي ناقص أم سي هنا ماذا تصبح؟ نقول جي واحد مرجح الجملة المثقلة قلنا أ مع ماذا؟ مع إثنان والبي مع واحد والسي مع ناقص واحد لاحظوا هذه الجملة المثقلة فتقول القاعدة ماذا؟ بأبسط طريقة حسب قواعد المرجح فيذهب كل شيء ونجمع معاملة فقط لما نجمع تصبح لنا إثنان ناقص زائد واحد ناقص واحد في ماذا؟ في أم جي واحد هكذا اذهبوا إلى الكتاب مدرسي سوف تجدوا هذه الخواص نجمع ألفا وبيتا وقاما من أم جي ركزوا هنا فتصبح لنا إثنان أو نكمل هنا لاحظوا هكذا تصبح تساوي ماذا؟ تساوي أن هذا يذهب مع هذا تصبح لنا إثنان أم جي واحد إذن لاحظوا هذه تصبح تساوي إثنان أم جي واحد لكن لا ننسى رمز الطاولة نأتي الآن إلى الجهة الأخرى ها هي الجهة الأخرى يا أبناء لاحظوا هذه الجهة لو ندق كذلك معها حتى نلاحظ هنا الإثنان معناه أعطي لنا هنا هالواحد وأصبحت هنا الناقص واحد معناه أعطي هنا ناقص واحد وهنا ناقص واحد وهنا ناقص واحد فأصبحت جي لناقص واحد فنقول جي لناقص واحد مرجح الجملة ما هي الجملة؟ A مع ماذا؟ مع إثنان وB مع ناقص واحد وC مع واحد حيث مجمع معاملة دائما لا يساوي الصفر فتصبح لنا كم تساوي؟ تساوي لنا برمز الطاولة نجمع المعاملة فقط هذا ذهب مع هذا تصبح لنا إثنان أم جي ناقص واحد فقط الآن بوضع المساوات هذه تساوي هذه فإن هذه تساوي هذه فتصبح لنا طاولة إثنان أم جي واحد هكذا تساوي طاولة إثنان أم جي ناقص واحد هكذا بما أنها طاولة فيمكن أن ننزع رمز أولا ننزع الرمز وننزع كذلك رمز الشوع سبح لنا إثنان أم جي واحد يساوي إثنان أم جي ناقص واحد يقول أحدهم يا أستاذ وإن كان الناقص حتى ولو كان الناقص إنزعوا لأنها طول مثل القمة المطلقة فتذهب هذه الإثنان من هنا وإثنان من هنا تصبح لنا أم جي واحد يساوي أم جي ناقص أعفوا ناقص واحد لاحظوا هنا ما هي مزموعة النقاط هذه يا أبنائي لما تجدون أم جي تساوي جهة أخرى أم جي يعني المتغير أم يوجد في كلا الطرفين ولهما نفس المعاملات هذا واحد وهذا واحد ركزوا قلت لهما نفس المعاملات ويوجد لكم نفس الأم فإن يصبح طول يساوي طول لاحظوا هنا نأتي إلى الشكل ونذقق إذا قلنا طول إذن قال أم جي واحد يساوي لنا أم جي ناقص واحد أم جي واحد يساوي لنا أم جي ناقص واحد في رأيكم النقطة هذه التي ما أين موقعها حتى تكون تحقق هذا أكيد سوف تكون في هذا الموقع تكون موجودة مثلا هنا عند النقطة ما رأيكم لو جاءت كذلك مثلا هنا أليس هذا الطول وهذا الطول يبقى متساويا؟ نعم في رأيكم ما هي مزموعة النقاط الآن لو نصبح وندقق معه ونحن في الفضاء أرى أنها يا أبنائي أرى أنها هي مستوي محوري للقطعة جي جي فتحة هكذا إذا قلنا ها هو مستوي أو ها هو أمامكم هذا هو مستوي محوري للقطعة ماذا؟ للقطعة ها هو إذا قلنا ها هو رمز المستوي فيصبح لنا مستوي محوري للقطعة جي جي فتحة إذا نكتب هنا مجموعة النقط هي مستوي محوري للقطعة ما هي أبنائي للقطعة ذات الأحرف الثابتة اللي هي جي ناكس واحد وجي واحد لأن أم لا يمكن أن نقول لأم جي أو لا يجب أن نتحدث مع ماذا؟ مع الأحرف الثابتة إذن بحيث يصبح هذا القطعة وهذه متساويتان إذن مستوي محوري لما تجدون من جهة آم ومن جهتين آم ولهما نفس المعاملات فاعلموا أنها مستوي محوري أما إن كانت مثلا هنا إثنان وهنا مثلا واحد فاعلموا أنها ماذا؟ إنها سطح كرة هذه الأمور انتبهوا إليها جيدا يا أبنائي نأتي بعدها أبنائي إلى مجموعة النقطة الأخرى لاحظوا اللي هي آف ها هي آف يا أبنائي يعطينا هذه الطاولتان لاحظوا ها هي مع هذه مع هذه الأولى تظهر جليا أن هنا كم؟ إذن تظهر أن هنا الواحد وهنا واحد وهنا واحد فتصبح لنا إثنان آم آ زائد آم بي ناقص آم سي إذن هنا أكيد هي جي واحد تصبح لنا آم سي أكيد بعد الجمعة تصبح لنا إثنان آم جي واحد لاحظوا يقول أحدكم كيف يا أستاذ قلنا ما علينا إلا جمع هذه المعاملة ونقول آم ذلك المرجح آم والمرجح المرجح هنا هو الجي واحد نأتي الآن إلى الثانية لهي الجيهة الثانية يظهر فيها شيئا علينا أن ننتبه له لاحظوا هذه الجملة لو نلاحظ إليها جيدا يا أبنائي لا تقبل مرجح لماذا لأن عندنا إثنان وناقص واحد وناقص واحد وهذا يسير السفر الجملة لا تقبل مرجحا لاحظوا هذه ملاحظة سوف أقولها لكم إذا وجدتم الجملة لا تقبل مرجح فاعلموا أن هذا الآم الذي تلاحظون لا يبقى له وجود مع هذه العلاقة مهما كان الآم سوف يزول لأن الجملة لا تقبل مرجح لاحظوا معناه أم مستقل يوجد شعاع مستقل عن هذه النقطة أم دقيقوا معي ورأيكم أن نكتب إثنان أم أ ونستخرج الناقص من عندي هذا والناقص من عندي هذا ناقص ماذا ناقص أم بي زائد أم سي لاحظوا دقيقوا معي نقطة نقطة تقول القاعدة إذا كان عندنا مجموع شعاعين لهو أم أ أم بي في مثالنا هذا أم بي شعاعين زائد أم سي يساوي إذا كان لهم نفس المعاملات هنا اللي هو واحد واحد فاعلموا واسمعوها إذا كان لهم هنا الواحد وهنا الواحد أو الاثناني اثناني المهم لهم نفس المعاملات وما بينهما زائد فاعلموا أن تكون مرجحهم هو يصبح لنا اثناني ماذا اثناني مرجح هذه النقطتين إذا كان لهم نفس المعامل فاعلموا أن مرجحهم هو المنتصف هو إي إذن تصبح لنا اثناني أم إي احفظوا هذه العلاقة حيث إي هو منتصف ماذا القطعة ماذا أبناء بي سي وقد أعطيت لنا هذه المعطيات وقد عينناها ها هي كما تلاحظون فماذا نأتي فنأتي بهذه القيمة يا أبنائي ونعوذها في هذا الموضع فتصبح لنا ماذا فتصبح لنا اثناني أم آ ناقص ماذا قلنا ناقص أم بي ناقص أم سي يصبح يساوي اثناني أم آ هكذا ناقص ماذا ناقص اثناني أم إي أم إي لاحظوا جيدا وقلت أنا سوف لا يصبح لنا نصي في هذه العلاقة فتصبح تساوي ما رأيكم أبنائي لو نستخرج أولا نقلب ترتيب هذا الشعاع حتى نتخلص من الآن لما نغير الترتيب معناها الأحرف فنغير إشارة ناقص اثناني أم ناقص اثناني أم إي يقول أحدكم ولماذا الأخر لم تقلبوا حتى أتخلص من الآن وأطبق على قتشال نستخرج ناقص اثناني عام المشترك فتصبح لنا آ آم زائد آم إي زائد قلت آم إي نهاية الأول بداية الثانية وبينهما زائد حسب علاقة شال ماذا تعطي لكم تعطينا ناقص اثناني ماذا آ إي آ إي هكذا شو يا ها هي قد تخلصنا كليا من هذا الآن الذي قلت في الأول سوف نتخلص منه كليا إذن ماذا أعطت لنا هذه العلاقة الثانية وجدنا بعد التطوير في هذه العلاقة أصبح ناقص إثناني ماذا إي شوائيا إذن ها قد الآن أبنائي استخرجنا ماذا علاقة الواحد الآن تعالوا ننطلق نكمل نأتي بهذه القيمة ونعوذ وهنا ونأتي بهذه القيمة ونعوذها هنا لاحظوا نعوذ كل واحد بما يساوي سبحانا إثناني آم جي واحد بالطاولة هكذا يساوي ماذا يساوي أن الطاولة ماذا ناقص إثناني آ إي أركزوا بما أنها الطاولة قلنا لا يذهب بالناقص ويذهب كل شيء سبحانا إثناني ماذا آم جي واحد يساوي إثناني حتى والناقص يذهب لأنها رمز قيمة مطلقة لأنها طول طاولة قيمة مطلقة آ إي يذهب هذا مع هذا فأصبح لنا آم جي واحد يساوي أن آ إي انظروا جيدا المثال الذي قبله وجدنا أن الآن في كل طرف موجود لهذا قلنا مستوي محوار أما هنا الآن موجود في جهة واحدة فهنا نقول مباشرة نقول آف لهذه المجموعة آف هي ماذا أبنائي هي إذن آف هي سطح كرة لأننا هنا في الفاضة سطح كرة مركزها النقطة الثابتة التي تكون مع الآن اللي هي جي واحد ونصف قطرها آر يساوي أنه كم أبنائي يساوي أنه هذا الطول هو آ إي آ إي ويمكن لنا الآن أبنائي إذن قلنا مركزها ما هو أولا قلنا مركزها هو النقطة جي واحد ونصف قطرها هو آ إي فقط ويمكن الآن أبنائي أن نقوم برسمها لاحظوا أمعكم سوف تظهر كل شيء سوف يظهرها هو نصف القطر قد أعينناه بعدما عينا نصف القطر نأتي إلى النقطة جي واحد وننطلق في عملية الرسم فقط انظروا عفوا لاحظوا ها هي أمامكم انظروا ها هي تلك سطح الكرة يقول أحدكم لماذا لا تمر من آ أو لا يا أبنائي هي قال مركزها مركزها جي لم نقل تمر بإ ولا تمر بآ أما الطول آ هو مجرد عدد يعني خمسة ستة سبعة ليس كما يعتقد بعض يقول أن يجب أن تمر من لم يقول أنها تمر لا احذروا من هذه الأشياء لكن هنا السؤال الذي يأتي بعده يقول برهن أن البي تمر نعم البي حسب هنا الشكل لو كان مربوطا 100% سوف نجدها أنها تنتمي إلى ذلك المجموعة أف وسوف ندقق مع السؤال الذي يأتي بعده لاحظوا جيدا ها هو قال تحقق أن بي تنتمي إلى إلى أف ها هو أمامكم وهنا في الشكل قد تظهر ها هي أمامكم حتى لا تقول من أين يأتي بهذه الأشياء ها هي هنا البي تظهر أنها تنتمي لكن الرسم إذا كان صحيح 100% سوف نلاحظها هنا جليا إذن كي تنتمي ما عليها يا أبناء إلا أن سوف تحقق لنا العلاقة هذه إذا حققت لنا هذه العلاقة فنقول إنها تنتمي فقط كيف معناها نأتي بالنقطة حتى تكون تنتمي نأتي بهذه النقطة بي ونضعها هنا ونضعها هنا ونضعها هنا ركزوا جيدا ونضعها في كل منطقة في مكان الآم في مكان ماذا في مكان الآم لأن مجموعة نقطة أم تتحرك إذن أما البي حتى تكون تنتمي تأخذ قيمة الآم فتصبح لنا ماذا تصبح لنا إثنان بي آ زائد ماذا زائد بي بي شععيا ناقص بي سي هكذا لاحظوا شععيا وندقق جيدا تساوي هل تساوي لنا لاحظوا إثنان بي آ ناقص بي بي ناقص ماذا ناقص بي سي لاحظوا هل حققت ركزوا نعم لقد حققت بأبسط طريقة لو نلاحظ هنا أنه هذا مثلا مع هذا مع هذا مع هذا مع هذا كل ينذهبوا الآن معناها أصبحت تحقق لنا هذه نقول ومنه ماذا ومنه بي تنتمي إلى آف إلى آف بهذه البساطة لأن لما وضعت في هذه الأماكن أصبحت حققت هذه المساوات فقط يا أبنائي ناتي الآن أبنائي إلى الخامس قال الآن الفضاء منسب إلى معلم التعامد يعني يعطيت لنا إحداثيات تلك النقط قال عين إحداثي جي واحد وجي ناكس واحد إذن نكتب هنا إحداثي إحداثيات أولا جي واحد بكل بساطة هنا معناها أبنائي نأتي إن أضع واحد قلنا وواحد وواحد فتصبح لنا ماذا نأتي أولا بالإحداثيات ها هي أمامكم لاحظوا تقول قاعدة ماذا نقول إكس جي واحد يساوي هكذا تقول المعامل في الإكس المعامل في الإكس معناه هذا في هذا هذا كم إذن هنا إثنان وهنا واحد وهنا ناقص واحد إصبح لنا إثنان في صفر كم هو صفر ثم واحد في ناقص واحد كم ناقص واحد ثم ناقص واحد في ناقص واحد كم هو واحد على مجموع المعاملات لهو إثنان فيصبح لنا كم صفر أن هذا يذهب مع هذا ثم عندنا إقلاق جي واحد يساوي بنفس الخطة صبح لنا اثنان في صفر وهو صفر زائد ركزوا جيدا عندنا واحد في اثنان ثم ناقص واحد في اثنان ناقص اثنان على مزمع عملات هو اثنان إذن صفر الآن زاد جي واحد يساوي بنفس الخطة كذلك نقول المعامل في الزاد اللي هو اثنان في اثنان أربعة ثم عندنا هذا في هذا زائد واحد وعندنا كذلك ناقص واحد في خمسة ناقص واحد في خمسة هو ناقص خمسة عالم جمع معاملات اثنان إذن النقطة جي عفوا قلت النقطة جي واحد إحداثيها اللي هي صفر 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 اللي هي النقطة أو نأتي الآن أبنائي إلى النقطة جي ناقص واحد بنفس الخطة نعطي لهذا تصبح لنا هنا الآ كم لاحظوا نقطة نقطة آ تصبح قلنا مع ماذا مع الاثنان والب تصبح مع الناقص واحد والس تصبح لنا مع الواحد ونأتي الآن وننطلق في التعويض فقط لاحظوا فتصبح لنا إكس جي ناقص واحد يساوي أول مجموعة المعاملة دائما يبقى لنا اثنان لأن لما نجمع هذا مع هذا مع هذا يعطينا اثنان ثم ننطلق هذا في هذا صفر وهذا في هذا يعطينا ناقص واحد تصبح كذلك صفر يجي ناقص واحد يساوي بنفس الخطة صبح لنا اثنان في صفر صفر والناقص واحد في الاثنان اثنان ناقص اثنان والواحد في الاثنان صبح لنا اثنان اثنان على اثنان يساوي لنا صفر نأتي الآن إلى الزاد ج ناقص واحد يوسائل مجموع المعاملة قنات دائماً اثنان تصبح لنا هذا في هذا أربعة ثم هذا في هذا واحد عفوا عفوا عذروني هذا في هذا واحد تصبح لنا ناقص واحد وهذا في هذا كم لاحظوا قنات وهذا في هذا تصبح لنا زائد خمسة لم أفعل شيء حتى الآن نتابع جيدا إذن تصبح لنا كم أبنائي تصبح لنا تسعة ناقص واحد ثمانية على اثنان أربعة إذن تصبح لنا ج ناقص واحد إحداثيها اللي هي صيفر صيفر مع أربعة بهذه البساطة المطلقة فقط أبنائي ها قد استخرجنا إحداثيات هاتين النقطات بعد ما أكملنا أبنائي مع هذا السؤال نأتي الآن إلى السؤال باقال بيّن أن أ و أف متقاطعان عين طبيعة تقاطعهم أركزوا أرجوكم هنا نقول هنا أولا البرهان أن أ و أف كيف هما متقاطعان أركزوا معي أرجوكم أولا ماذا قلنا عن الأ الأو هذه لو تتذكرون وجدناها أنها مستوي مجموعة تقنقات هي مستوي محوري قلنا للقطعة ما هي القطعة أبنائي؟ للقطعة جي واحد جي ناقص واحد عفوا إذا قلت هي جي ناقص واحد و جي واحد هاو شيء يتحدثنا عليه هذه فيما يخص ماذا؟ هذه أ أما أف ماذا قلنا عليها؟ قلنا هي هي ماذا؟ هي السطح كرة مركزها ماذا أبنائي؟ مركزها هو جي واحد و نس قطرها أر كم قلنا عليه؟ هو آ إي نقطة نقطة معناه هنا يريد أن تقاطع ماذا؟ سطح كرة مع مستوي تقاطع سطح كرة مع مستوي معناه كيف نثبت ذلك؟ لكن لا تنسوا شيئا واحدا يا أبنائي أن ماذا؟ أن هذا المستوي المحواري قلنا عليه إنه يشمل ماذا؟ يشمل آ يشمل آ لماذا يقول أحدكم؟ لو تدققوا معي هنا جيدا لاحظوا إلى إحداثيات آ هي ماذا؟ هي صفر صفر إثنان وماذا؟ وإحداثيات جي واحد هي صفر 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 وهي المبدأ و جي لنقص واحد هي صفر صفر أربعة لاحظوا معناه لو نأتي إلى حساب ماذا؟ إلى حساب إحداثيات الآ نجدها هي المنتصف إذن نقول كذلك آ تمثل ماذا؟ منتصف ماذا؟ منتصف جي ناقص واحد مع جي واحد قد تحدثنا على ذلك هنا في الشكل انظروا ها هو الشكل أمامكم وقلنا أنه ها هي النقطة آ في هذا الموضع الذي أريكم إياه باللون الأزرق وهذه النقطة بي لكن ألا تتذكرون أن بي كذلك يا أبنائي إنها تنتمي وجدناها أنها تنتمي إلى ماذا؟ إلى مجموعة النقاط اللي هي أف إذن ركزوا هنا أرجوكم بعض الأمور استنتاجية فقط إذن كذلك أنه ماذا تصبح لنا هذا يصبح يساوي لنا ماذا؟ يصبح لنا نصف القطر يصبح يساوي لنا جي واحد بي جي واحد بي لأن ماذا قلنا عن بي؟ بي قلنا عليها إنها تنتمي إلى مجموعة النقاط أف ألا تلاحظون ذلك؟ ها هي يا أبنائي بما أنها تنتمي إلى سطح الكورة فإن ماذا يصبح؟ فيصبح البعد ما بين جي واحد وبي يمثل ماذا؟ يمثل نصف القطرة معنى لو نأتي هنا إلى الشكل ها هي النقطة بي انظروا ها هي النقطة بي يا أبنائي وها هي النقطة أ قلنا كذلك أن هذا البعد وهذا متساويان وهذا البعد الذي أريكم إياه من هنا إلى هنا قلنا ماذا يمثل؟ يمثل لنا نصف القطرة أر لسطح الكورة وهذا يا أبنائي هذا يمثل لنا المستوي بي المحور للقطعة ماذا؟ للقطعة ج مستوي محور للقطعة ج ج فتأة ج ناقص واحد و ج واحد دقيقوا معي أرجوكم أما التي باللون الأزرق هذه هي سطح الكورة إذا سمينها أس فيريد مننا أن نجد طبيعة تقاطع تقاطع مستوي وسطح كورة نلاحظ جيدا قبل كل شيء يا أبنائي يمكننا أن نلاحظ هنا بالرسمة كيف يمكن أن نقول لاحظوا سوف نحتاج إلى المدور لاحظوا إلى المدور واتابعوا نقطة نقطة أبنائي كي تتعلموا إذا قلنا ها هي سطح كورة انظر ها هي سطح كورة سوف أريكم إياها كيف نقوم برسمها ها هي سطح كورة يا أبنائي يعني ثلاثية الأبعاد وعندنا مستوي لاحظوا إذا قلنا ها هو مستوي نركزوا ها هو أمامنا مستوي انظروا إذا سمينا هذه سطح كورة نسميها أس والمستوي نسميها بي فإن قال تقاطعهما ماذا يعطي لنا يعطي لنا دائرة كيف يقول أحدكم يا أستاذ وسوف نباهر على ذلك لاحظوا لاحظوا إذا قلنا ها هي تلك الدائرة سوف ندقق هنا تكون تقاطعهم يكون في هذا كما أشير هنا ها هي تلك الدائرة يا أبنائي التي يتقاطع فيها مستوي مع سطح كورة انظروا ها هي أمامكم لاحظوا هذه التي أشير إليها هنا باللون الأحمر إذا كانت هذا يمثل مركز لهو جي واحد وعندنا ماذا ندقق الآن كيف نثبت على أنهم تقاطعهم ونثبت كذلك مركز هذه الدائرة وكذلك نستنتج نسف قطر هذه الدائرة من هنا إلى هنا معناه كم يكون هذا البعد دققوا معي فقط نتابع هنا أبناء نقطة نقطة إذن نقول أولا آ بما أن آ ما هو آ هو منتصف منتصف القطعة جي واحد وعفوا جي ناقس واحد وجي واحد هذا الأمر الأول إنه منتصف وماذا ويشمله ويشملها ما هو الذي يشمله المستوي المحوري للقطعة قلنا جي ناقس واحد وجي واحد إنه يشملها هذه النقطة ها هو أمامكم انظروا ها هي تلك النقطة إنه يشملها هذا النقطة الأولى وكذلك بما أنه يشملها فماذا تصبح النقطة هذه جي واحد والنقطة هنا ماذا تمثل الآن آ يا أبنائي إذا جئنا هنا كذلك هنا في شكلنا الأول إذن هذه النقطة أماذا تمثل للنقطة جي واحد إنها تمثل لها بالنسبة إلى المستوي الأخضر هي المسقط العمودي إذن نقول تمثل آ هي المسقط العمودي لمن لجي واحد على ماذا أبنائي على المستوي بي على هذا المستوي الذي يظهر الذي يسمينا له المجموعة النقطة أ إذن ماذا يمكن أن نحسب ولمعرفة نكتب ولمعرفة ماذا أبنائي لمعرفة بعد إذن لمعرفة وضعية وضعية آس لهو سطح الكرة والمستوي بي نحسب ماذا نحسب المسافة اللي هي جي واحد وآ ركزوا جي واحد وآ معناه اللي هي هذا البعد علينا أن نحسبه لاحظوا إذن جي واحد وآ تصبح لنا هكذا الآ نحن نملك قيمة إحداثيتها ها هي أمامكم انظروا والجي واحد ها هي اللي هي صفر 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 إذن فتصبح لنا هكذا فتصبح لنا ماذا تصبح لنا صفر ناقص صفر مربع زائد مربع وصفر ناقص صفر مربع دقيقوا معي فقط أبنائي كي تتعلموا ثم زائد ماذا زائد اثناني ناقص صفر لكل مربع تحت الجذر هكذا ذهو حساب الأطوال فتصبح لنا جي واحد آ يساوي صفر صفر وهنا تعطي لنا أربعة أربعة تحت الجذر تعطي لنا اثنان إذن هذا الطول وجدناه كم هذا الطول سوف نكتبه هنا اثنان الآن بقي لنا ماذا بقي لنا أن نحسب نصف قطر سطح الكرة كذلك لنقارنه ما معه لاحظوا نصف قطر سطح الكرة ها هو من هنا إلى هنا لكن لا تنسوا شيئا أليس قلنا أنه تشمل النقطة بي نعم إنها تشمل النقطة بي سطح الكرة تشمل النقطة بي تحدثنا على ذلك وقلنا برهن أن بي تنتمي إلى آفل هي سطح الكرة معناه يصبح لنا آر يساوينا جي واحد بي نحسب كذلك البعد بينهما تصبح لنا بي ها هم إحداثيها لاحظوا ها هي إحداثيها سوف نقوم بجلبهم معما أما الجي واحد فنحن نعلم أنها هي المبدأ ها هم يا أبنائي ركزوا فتصبح لنا ماذا تصبح لنا ناقص واحد ناقص صفر مربعة لأننا قلنا الجي واحد تحدثنا إنها المبدأ ثم ماذا ثم اثنان ناقص صفر مربعة ثم زائد لاحظوا ثم قلنا زائد ماذا أبنائي لهو واحد ناقص صفر مربعة تصبح تساوي لنا هنا واحد وهنا أربعة وهنا واحد تحت الجذر فتصبح لنا آر يساوي لنا الجذر ستة إذن نسقط هذه سطح الكرة يصبح يا أبنائي هنا جذر ستة الآن دقيقوا لمعرفة وضعية سطح كرة ومستوي قلنا نحسب البعد ما بين مركز سطح الكرة والمستوي ها هي كم وجدناها وجدناها اثنان دون أن نلجئ يا أبنائي إلى شيء يسمى ماذا أو يسمى أن نستخرج معادلة سطح الكرة وكذلك معادلة مستويا وقارن لأن هنا في هذا الشكل فيها أمور استنتاجية الآن لاحظوا حسب طبيعة التمرين نقول بما أن ماذا؟ بما أن هذا آر اللي هو سطح الكرة أصبح أكبر من ماذا؟ من هذا البعد هذا البعد إذا سميناه دي الذي هو ما هو؟ لهذا البعد دي يمثل ما بين ما بين البعد بين جي واحد والمستوي بي المستوي بي قلت هذه تلك مجموعة النقاط أف أ سميتها المستوي بي بما أن لماذا؟ لأن جذر ستة أكبر من ماذا؟ من البعد جي ها هو أمامكم جي واحد أ لهو اثنان لأن هذه تعطينا اثنان يفاصل والأخرى تسيني اثنان نقول فإن تقاطع ماذا؟ تقاطع أ وأف أ وأف يعطينا ماذا يعطينا؟ يعطينا دائرة ها هي الدائرة التي باللون الأحمر دائرة مركزها ما هو مركزها أبنائي؟ لأن قلنا أن المستوي هذه تعطيكم تسعون درجة إذن بما أنها تسعين درجة معناه المسقط العمودي للنقطة جي واحد هو النقطة أ والنقطة أ قلناها إنها تنتمي إلى المستوي بي لهو نفسه المجموعة النقاط هي أ فماذا يعطينا؟ إذن يعطينا دائرة مركزها مركزها أ ها هو أمامكم هنا في الشكل يظهر ها هو مركزها أ ها هي تلك الدائرة إلا أنه يا أبني نحن في ثلاثية الأبعاد ليست هناك الأبعاد لهذا ظهرت بهذا اللون البيضاوي أولا إذن مركزها أ ونس قطرها أير يساوي دقيق هنا دائما وأبدا نستعمل ماذا أبنائي نستعمل نظرية في طغورس بكل بساطة لإيجاد نس قطر تلك ماذا تلك الدائرة نحن نملك هذا البعد ونملك كذلك أنه هذا قائم مهما كان مهما كان سوف يكون قائم فيبقى لنا هذا هو لاحظوا جيدا نقطة نقطة أبنائي كي نتعلم لكن لا تهمنا هذا البعد إنما آتكم ببعد آخر ركزوا أرجوكم حتى تنتبهوا معي إذن ما رأيكم أن نأتي إلى هذا المثلث ونستعمل عليه في طغورس يقول أحدكم لكن هذا البعد كم يا أستاذ إنه جذر ستة لماذا؟ لأن هذا البعد وهذا البعد متساويان لأن أنظروا ها هي السطح الكرة فإن كل نقطة من هذه السطح الكرة تبعدوا عن المركز بجذر ستة إذن فتصبح لنا هذه الجذر ستة وهذه إثنان يبقى لنا نصف قطرها أكيد في الشكل هو هذا الذي يظهر لكم ها هو نصف قطر يقول أحدكم لكن لماذا وضح لنا؟ لاحظوا لو نضع هنا ركزوا ها هو انظروا ها هو نصف قطر تلك الدائرة فقط يا أبنائي إذن نقول نطبق بكل بساطة نطبق مبرهنة أو نظرية مبرهنة في طغورس بهذه البساطة إذن ماذا تعطي لنا؟ فيصبح لنا ها هو ها هو آر الذي هو باللون الأحمر فيعطينا تقول قاعدة الوتر مربع وهو جذر ستة مربعة يساوي مجموع مربعين الضيعين الآخرين ها هو هذا مربع ليهو أربعة زائد هذا مربع لأن المثلث ها هو أين قائم قائم كما أريكم هنا باللون الأحمر فيصبح لنا زائد آن مربع فتصبح لنا ستة لأن مربع جذر ستة هو ستة وأنقل هذا إلى هو ناقص أربعة يساوينا ماذا؟ آر مربع ومنه آر مربع كم يصبح لنا يا أبنائي؟ يصبح لنا إثنان وبما أن آر قيمة موجبة لأنه بعد فيصبح لنا آر يساوينا الجذر إثنان ها هو نصف قطر تلك الدائرة إذن هذه الدائرة التي وجدناها يا أبنائي لها مركز وها هو أمامكم ونصف قطر وها هو أمامكم بهذه البساطة فقط إذن لمعرفة إذن نكتبها هناك ملاحظة تلاحظونها؟ نقول لمعرفة وضعية سطح كرة وماذا؟ ومستوي في ومستوي في الفضاء ماذا؟ نحسب ماذا؟ بعد مركز سطح الكرة عفوا نقول الكرة على المستوي هذا الشرط الأول إذا وجدت بعض الأشياء إذا وجدنا أن ذلك المسافة عن ذلك اللي هي إذا سميناها هنا جي مثل المثال هنا هذا جي بعد النقطة جي عن المستوي بي إذا وجدت أنها تساوينا نصف القطر نصف قطر تلك سطح الكرة فنقول ماذا؟ فنقول بكل بساطة المستوي المستوي يمس ماذا؟ يمس سطح الكرة هذه هي النقطة الأولى إذا وجدت المسافة ما بين المركز وماذا؟ والمستوي أنها أكبر من R مسافة أكبر من R فإن ماذا؟ تقاطعهما تقاطعهم مجموعة كيف هي؟ خالية إذا وجد الآن المسافة ما بين جي واحد والمستوي بي أقل من R مثل مثالنا هذا وكم وجدنا هذه البعد؟ وجدناه إثنان والR كم وجدناه؟ وجدناه جيدر ستة فإن جيدر ستة أكبر من R نقول تقاطعهما تقاطعهم يولد ماذا؟ يولد دائرة ما هو الشيء الذي يمكن أن نعرفه يا أبني؟ نقول بكل بساطة نقول مركزها مركزها له عدة طرق لحسابه أما نتحدث عن نصف قطرها ما هو أبني؟ نقول R نطبق عليه R مربع زائد ماذا؟ زائد د اللي هي جي واحد جي قلت واحد وماذا؟ جي واحد والمستوي بي الكل هذه كل مربع يسوي لنا R مربع ثم نستخرج هذه بقاعدة ماذا؟ بقاعدة فيتاغورس أما يبقى لنا نصف قطرها مركزها كيف يستخرج؟ أما قلنا فيما يخص يا أبناء مركزها كيف يستخرج؟ فيوجد لنا عدة طرق لاستخراجه مثلا تقول القاعدة علينا أن نجد نستخرج ما؟ نستخرج التمثيل الوسيطي للمستقيم الذي يشمل المركز وهكذا لاحظوا لإيجاد ذلك نستخرج تمثيل الوسيطي لمستقيم الذي يشمل المركز ويعامد المستوي بي لما نستخرج تمثيله الوسيطي بعدها نبحث عن ماذا؟ عن تقاطع مستقيم ومستوي في الفضاء فنجد ذلك النقطة بأبسط طريقة وهي موجودة في درسنا وهو الهندس الفضائي من الألف إلى الياء الموجودة على اليوتيوب بهذه البساطة المطلقة فقط أبنائي وفي الأخير أبناء وبنات الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية وخاصة هذه الأيام لقد جسمي تعبا كثيرا على الفيسبوك لصفحة الأستاذ نور الدين وكذلك يوجد منتدى الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدا المستمرار كما أرجوكم لا تنسونا بالدعاء لنا لروح أمي الطاهرة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته